كيف يرى مصطفى محمود الحياة والموت هو تشوف اولا الحواة بمعلاقة المطلقة ليست الا لواحد هو الله سبحانه طالب هو الحي بحق الذي لا يموت اه اللي مفيش حد اداله الحياة حياته من ذاته وحياته حقية ومطلقة كل ما عاد الله سبحانه حياته مشهوبة بالموت ومشهوبة بالعدل ومن هنا كانت حياتنا احنا اللي بنسميها حياة هي حياة مشهوبة بالعدل ازاي؟ يعني على المستوى الجسدي مثلا على المستوى الجسدي لما تدرس الفيزيولوجيا بتاع الجسم تلاقي في عمليتين بيشتغلوا في نفس الوقت بلو هدم يمثلوا حياه وموت في نفس الوقت من اول ما لوحده تومد خطين متوازين نا اه لكن في المرحلة الاولى يبقى عملية النمو اكتر والهادم اقل لما يجي للرجولة وزاي بعض لما يخش على الشايفوخة يبتدي عمليات الهادم تبقى اكتر وتاخد الافرهاند بكارجح الايه؟ عمليات اللا انما الموت موجود من اول ما الواحد يتولد موجود في اللعاب بيطلع خلايا ميتة في اللعاب موجود في العرق الفراكة اللي بتحصل لما الواحد ما يستحمناش كل دي خلايا ميتة موجود في الدموع موجود في الدم كل ساعة تموت ستين مليون خلية ستين مليون خلية يموتهم ويتجددهم العظم يكون غيره فاكن الموت حقيقة ومستمرة نفس الحكاية في الكابت لما يجي يمرض ولا حاجة ويموت جزء يتجدد جزء ففيه الموت والحياة جوا الكابت نفسه الجلد لما جزء الانطرخ برا يطلع جزء تاني تتضلت تاني بالفينيل الجديد لما نيجي للنفس بيجدقي نفس الحكاية برضو جوا النفس فيه عوامل حياة اللي هي التفاؤل والامل والاشراق والاقبال والبهجة والسرور والايجابية لكن في النفس برضو القلق اليأس الندم الحصرة واخد بالك التشاؤم كل دي عوامل عدمية الاكتئاب الاكتئاب الواحد هو يتمكن من الواحد ينتحر الاكتئاب عنصر عدمي الاكتئاب واليأس والقنوط والهجاب عشان كده ربنا زم المسائل دي جدا اليأس من رحمة الله ربنا زمها وقال ده ما يعملش كده إلا كافر فليه لأن اليأس عدمي هو طالع من الجانب العدمي ما هو خلاص بقى طبعا ان احنا لدينا جانب عدمي بقى وان احنا حياتنا مش أحياء مطلقا الحي مطلقا هو الله الباقي كل الأحياء ما عاد الله حياة مشروبة بالعدم ومشروبة بالموت فجانب الموت في النفس هو الحاجات اللي هي الاكتئاب والتشاؤم واليأس والقنوط والقلق والحاجات دي وجانب الحياة هي الأمل والإشراق والإيجابية والإسرار وإنك تهجم على المشكلة من مش تهرب منها إلى أخر أخرها وطبعا على حسب ركحان كافة على كافة بتكون شخصية البنيات إذا رجح تكافة اليأس والاكتئاب فالواحد لو استسلم وسابها تنتهي بيه تجيب أجله فاطبعا استصار الإنسان بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الحاجب هو مدد الحياة هو الحبل السري كل ما انت على صلة بيه لا يمكن تيأس ولا يمكن تغير لبك اكتئاب ولا يجيلك أمراض نفسية قول لده لأن المراض النفسية لا تصيب مؤمن إطلاقا لأنه متصل بالنبع الكبير وما فيش فإنما طبعا إذا الواحد ابتدأ ينفصل عن الله سبحانه وتعالى بالكفرة أو الشركة أو الأخره أو بأنه ما تطبعت المسألة بيه غير مطروحة في ذهنه ما يفضلوش إلا إيه قوته بس قوتك مش مضمونة الدراعة ممكن تتشل والرجلة تتكسر ولا أنت تعاني ساعتها في سعالي تحس أن انت فقدت رصيبك ولأن ما عندكش رصيب تاني اللي هو الله سبحانه وتعالى وينتهي الأمر اللي انت حار يعني ديا في الواقع أنا بعتقد أن الرشدة الحقيقية لجميع الأمراض النفسية وجميع سلبيات النفس والجسم حتى كمان هي الصلة بالله سبحانه وتعالى على أن تكون صلة وجودية مش صلة كده يسبح تسبح فاضي أو يصلج يعني أي حركات كده لا صلة وجودية وجودية يعني تبقى يعني شو بقى يعني تبقى السجود بكاء انفعال زي ملاحظ ينفعل مع محبوب يبقى صادق آه ينفعل مع محبوب يعني يعني شوف لما الصوف يقول لك نحن في لزة لو عارفها الملوك لحاربونا عليها بسيوف وبيتكلم عن شيء ما هادش هارفه خالص يعني هو أصلا تلاقيه راجل فقير بجلابية وخلاص يعني بيأكل لقبة جبنة مثلا إنه من لجوه شيء تاني مقى فديا عشان كده أعتقد أن الصلة الحقيقة بالله سبحانه وتعالى إذا كانت صلة وجودية مش صلة بالحنجرة أو اللسان أو لا فهي ما تبقى أقوى من نفري يقولك أقوى من الجنة والنار أقوى من السماء والأرض أقوى من كل شيء لا تزلزلك الزلازل ولا تحركك النوازل دفلقك شكرا 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 شكرا